بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم صحابته الكرام الخيرا ويصحح لهم المفاهيم ويبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم الحقائق فكان الصحابة ردوان الله عليهم يجرسون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا العلم الحقيقي وليقتبسوا من أنواره صلى الله عليه وآله وسلم فجلس رسولنا صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الفضلاء وهم يجلسون بين يديه صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير يستمتعون بما يخرج من لسانه صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يبين لكم أمرا ربما يقع فيه كثير من الناس أن يوضح لكم الحقيقة لأنه صلى الله عليه وسلم يهتم بالحقيقة بخلاف الصورة فوجه سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام سؤالا حتى يعلمنا ويعلم البشرية كيف يكون الجواب على هذا السؤال وحتى يستعد الناس للقاء ربهم سبحانكم وتعالى فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم ما المفلس؟ هذا هو السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ فأجاب الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دنار الذي لا يملك شيء الذي لا يملك شيئا من متاع الدنيا يا رسول الله أجاب الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الإجابة التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إليه حتى يستمتعوا بما يخرج من لسانه صلى الله عليه وسلم فقال المفلس من أمتي ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم المفلس منكم ولكن قال المفلس من أمتي من هو المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه قام بهذه العبادات صلاة، صيام، زكاه، قراءة قرآن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العبادة التي يحافظ عليها كل الناس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه ويأتي قد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا قام بهذه الأمور هو يؤدي العبادة ولكن لا يؤديها بخشوع ولا بخضوع لله سبحانه وتعالى فلم تثمر العبادة في جسده ولا في كلماته يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وقدف هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته انتهت حسناته الرصيد أصبح لا يوجد فيه ما يجعله من أهل الرضوان أخذ من سيئاتهم فتوضع عليه ثم يطرح في النار هكذا كانت إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا السؤال هنا تعجب الصحابة رضوان الله عليهم وأدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالحقيقة ولا يهتم بالصورة لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل ذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب والعمل محل نظر الله سبحانه وتعالى أدرك الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الإنسان إذا قام بالصلاة وقام بالدعاء وقام بالاستغفار وبالعبادات أن تؤثر هذه العبادات في أقواله وأفعاله وتصرفاته وبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن المفلس الحقيقي هو الذي لا يجد يوم القيامة رصيدا من عباداته أما ما يعرفه الناس من الإفلاس الذي يكون بفقد المال أو إنسان فقد ما لديه فهذا ليس هو الإفلاس الحقيقي لك أن تتخيل يوم القيامة كل واحد منا يفر من أخيه وأمه وأبيه في هذا الموقف العظيم الذي لا يستطيع أحد أن يعطي أحب الناس إليه والده ووالدته حسنة واحدة لا تستطيع أن تعطي أهلك هذه الحسنة فيأتي أعداؤك الذين لا تحبهم في الدنيا فيأخذون من حسناتك وتأخذ من سيئاتهم لأنك أطلقت لسانك هي رسالة لك ألا تتحدث إلا بما يرضي الله ألا تتحدث إلا بما يرضي الله عليكم أن تكونوا كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الرضا وأن يغفر لنا الذنوب وأن يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته